ناقش باحثون من المغرب وموريطانيا أصول المعمار في مدن أسا المغربية وودان وشنغيت بموريطانيا وذلك في إطار الموسم الديني السنوي لزوية أسا حيث تم تصلة الضوء على الخصائص المشاركة في أصول العمارة والبنيان والمشارك الفكري والروحي بين هذه المدن المنطقة منطقة تأسا عندها علاقات وشيجة جدا بحواضر موريطانيا وخصوصا شنغيت إذن تجارة القوافل لم تحمل سلع تجارية فقط وإنما حاملت مؤثرات فنية كان هناك اتكال للحرفيين للعلماء للأصحاب الفكر ذلك السلع ليست سلع تجارية فقط وإنما كل أثقابة وبالتالي في هذه الندوة حاولنا أن نرصد مختلف جوانب العلاقات ما بين بلاد شنغيت وبين أسا وتوقفت الندوة عند القواسم المشاركة بين مدن أسا وشنغيت التي تختزل علاقات وطيدة بين المغرب وموريطانيا منذ تجارة القوافل في بداية القرن الثامن عشر وكذلك التطابق في الإرت والنمط المعماري لقصور بلاد البيضان والمغرب الصحراوي عموما ترجمة نانسي قنقر